موسيقى الحياة ما هي إلا عبارة عن محطات مختلفة تحمل في طياتها الفرح والألم والحزن والسعادة والندم والخذلان الحياة عبارة عن كتلة من المشاعر والمتاعب متجانسة الألوان ليست على وتيرة واحدة فهي متشابهة تشبه عتبات السلم فيها صعوبة الصعود والصمود وفيها مرارة النزول الحياة تشمل التعب والراحة والأهل والأصدقاء والمنطقة والذكريات والنسيان والفقدان فهي أوتار موسيقية متعرجة كالسلم الموسيقي فيها من يعطينا نغمة خاصة وفيها من لا يعتناء مات وفي كل محطة فيها مختلفة عن الأخرى فيها المصائب والمتاعب وفيها السعادة والاطمأنينة وفيها القلق وفي كل محطة تحمل شيئا مختلف محطة تحمل الصبر والأخرى تحمل الخدلان ومحطة تحمل المرض والأخرى تحمل العلاج ومحطة تحمل الفقدان والأخرى تحمل الاجتياق هكذا الحياة بحد ذاتها عبارة عن مجموعة من الكتب نتعلم منها الدروس وفي المدرسة والجامعات نتعلم ثم نمتحن أما في الحياة نمتحن ثم نتعلم ولكن الحياة صعبة وقاسية ليست سهلة لا تعطينا المناهج ثم ندرسها ولكن تأتي متفرقة من أبواب مختلفة ولا نعرف عنها شيء تأتي كالأمطار وأنت واقف في العراء ويتساقط عليك كم هائل من المطر فمصائب الحياة لا تأتي فرادا ولكن بعد كل عسر يسر سوف تعود أحلامنا من جديد تزهر في داخلنا رغم التصحر الذي كان يشتاح المكان البرنامج مستمر بالعطاء والوفاء والثناء والحب والانتماء لمساعدة الآخرين بثنا تواجدنا في دار فرح الأيتام جاء إلى الدار رجل كهل مسن باين علي الخير والقوة والبركة ولكن إن بين بعيونه أرحموا عزيزة قوم من ذلك حياك الله يا أبي كلها يا رب نعم كلها تفانيتها وربيت وكبرت وسكنت وانطيت وتاليتها بأو طحان كل الأسف أنت أولاً أبو من؟ أبو حسين عبدالله علي أنا رأسي رأسك دائم عندك أشقد أولاد؟ عندي ثلاث أولاد أي؟ وست بنات وست بنات؟ ست بنات يعني المجموعة تسعة تسعة أنا علتهم شخص واحد فرد واحد عظم واحد التسعة نفرات شلتهم عندهم؟ شلتهم أنا وشين اللي صار؟ اللي صار ما صار شي من تمكنوا وصلوا للي يريدوه اتغيرت معاملتي الحجتة مو صديقهم شون تمكنوا؟ هاي بعمو ما بطل أب أنت اللي عنده كل أخذوه وياك حاج الله يخليك هاي سنة الحياة الأب ينطي بس أقصد أنه ما انطاه لي غريب انطاه لي فلذات كبدة بس يريد مجازات مجازات أكيد مجازات يريد مجازات الإحسان أكيد مو؟ بر الوالدين يريد بر الوالدين يبروه ما انبر مبروك مبروني تاليتها غرفة قاعد بيها قلعوني منعدها أعني ونزلوني وين جو الدرج الله أكبر والله يودعتك جو الدرج أعني ظليت بيها نومتي وقعدتي أقعد الصبح المفراشي وبالليلة فرش أفراشي أنا بني أعرفت لولا تاليتها تعرف جهاله عائلة واني بالنص ما أقدر لا أقدر ننام ولا أقدر نرتاح فشلوب وهذا البيت مال من؟ البيتي أنا سجلته باسم وما نمطيته سكن من عندي البيتي هو تشبير هذا؟ مالتي هو من فلوسي بيتي طيب أوكي كل العائلة كبرت بي؟ كلها روبت بي كلها روبت بي من هم اللي طلع ومن هم اللي تزوج ومن هم اللي تزوجت؟ من هم اللي تزوجت من خمسة زوجتين بأحسن زواجات ما شاء الله وذول الثلاثة أحسن زواج تزوجوا تمام وسيارات ركبوا وتعينوا بالدولة بالحرس الوطني لماذا سجلت؟ سجلتاني قلت أوله وتالتة حسنية أوله وتالتة هو إلهم فما كان عنده طمع أنه أحسيب لي قدام إنه أوله وتالتة إلهم باسم من سجلت؟ السجلت باسم أمم آه عرفت؟ فانقلبت علي الآية الأم موجودة؟ الأم موجودة أحنا كليتنا بيت واحد قاعدين كل إحنا بيت واحد طيب سجلت باسم زوجتك اللي هي رفيق الدرب؟ نعم هي رفيق الدرب هذي العمر كله هذول التسعة أحسب السنين اللي مرت وهي كليتاني وصلتهم إلى الحانة تالتة أنذب تالتة نمت بالهول معيني حجي ابن شبير طلع عنه وقفل الهول وين تروح؟ وين أروح؟ قلت لي تنامي هنا قلت لي هذا مو مكاني مو منامي هذا قال هذا قلت لي يعني زين النتيجة أطلعاني برا قلت لي وديني لدار المسلمين قال لي ما أوديك قلت لي يعني أروح وحيدي قال لي بكيفك؟ الله يقول لي بكيفك هنا أنا شرده أقول لي أضطريت أخذت ملافسي وهي وطلعت بالشارج ما حد سعل عني ما حد سعل عني سنة وأربعة شهر ما حد قال هذا والدي وين؟ ولا إن شاء التليفون ولا حد سعل هاي الفترة قلتها أنا قاضيها هنا وهنا بين أختي بين أولاد أختي وهنا وهنا بتعرف البنيادة عظمة ثقيل الله عظمة ثقيل هم مثل ما يقول يباو عن نفسه يشوف نفسه ثقلة ما يتحملها فترة يحول إلى مكان آخر ألا عان وصلت المرحة إلى هنا شنو اللي قدمت لهم؟ ما الأذية؟ ما أكو كل أذية منطيهم حرية كاملة يطلعون زيارة أو كانوا بالبيت الثلاثة أربعة تيام واحدة يبيعون يشترون ما لي علاقة بهم تصير حقهم شغلة أي مشكلة أو أي شغلة أنا أتعرك بياهم متى كبيرة والزغيرة لماذا تغيرت مع عملتهم بعد؟ تغيرت 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 بينما الإبن يجي للأب يسأل يقول ليش محتاج؟ ما محتاج؟ تريد ما تريد؟ المفروض المفروض سأكلهم بعدين نشوف ناس أنا محارب ناسين بصراحة يعني معزول أكلك شربك يقومون بواجبك؟ أكلي قاعد مثلاً تيجين الصينية سغيرة قدام يأكل بس؟ بس هاي ما حد يحشوي هاك؟ ما حد يحشوي هاي ولا أحد يم ولا هاي هم معزولين بمكان وأنا قاعد بمكان شون العذاب النفسي هاي؟ هو حرب نفسية هاي هو العذاب ليش طاقة تروحي بعدها؟ يعني وسط الإنتحار الله لأنه شو باقي بالحياة بعد؟ يعني شون واحد منبوذ وما مرغوب به؟ بيش؟ هاي هاذا الجزاء هاذا التعب هاذا الأمر اللي فانيته آني فانيته ما خليت عمري كلها مطيته واللي عندي ما دينهم مطيته شون تشتغل قبيل؟ أنا شاني أنا لحام الله لحام كنت بالحقول النفطية شركات عجنابيانة كنت تشتغل أمارة باصرة شكوية شركات حملاقة مصف الشعب مأمال الوراق مقلية ثانية رح عندك الشهادة عندك شهادة أمريكية وعندك شهادة ألمانية وعندك شهادة شيكية باختصاصك؟ باختصاص اللحام درجة أولى هالأشعة هاي قضية تجيب وأبني كان اللي بنيته ما حصلت مني مجد تتوقع؟ ما متوقع أنا لو متوقع ما أشوي هذا كله ما متوقع؟ لو متوقع غير ما أشوي هذا كله لا أنت بيت وأظل هيشي أنا لو ما أمنت بيت كان أنا ما أحد يقدر يقول لي أنا عينك عاجب حجية ما أتوقع أنا والله وياك أحساني اللي يا قزدة أنه معقول اليوم أنه يقاس الأب بأملاكه يقاس الأب أنه هذا بيته أكو إنسان يفكر هايش وأكو إنسان لا ما عنده طمعب هايش يعني اليوم مثلا والدي عنده بيت أنا أحبه سجل البيت بغير واحد أطرده وأكويش منطق والله هذا جديد هذا الموديل الجديد بالحياة صاريش هسا فتتتوقع أنه الخلط ما لتكنين سجلت البيت يقول لك هذا بس لو شان عندك البيت؟ لا طبعلا طبعلا يعني البيت بيتك بيت بيت ويخافون منك ويقول لك ما أحد يقدر يقول لك على عينك حاجب الله فلما نصلت إلى هذه الدرجة يقول لك هذا وبعد فصارت مصالح 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 أخر مرحلة سدلقوا وقلت الله بدون مطلود فأنا اضطريت طيب لنا البنات مرات تكون حنينات ماكو حنيه سوش الأم الأم كل العنان هو الرسم بالعربي يقول له بيت هي اللي توجيه وهي اللي تصغيب وهي اللي تنفذ تكرهايكم هوم؟ طبعا هذا اليوم أنا عمل الكراهية أنا ليش متأثر أنا ما سويت شيء أنا لهم سوي شيء محارم هوم ليش كرهدتك بيوم وليلة؟ والسنوات هذي كم سنة أنت ويعمل زوجين؟ أعتبر أربعين؟ يعني فوق إلى ثلاثين سنة ثلاثين سنة أنتم من زوجين؟ من زوجين ليش بأخر المطاف أنه؟ هذا آخر المطاف يش وصل بيش صارت؟ بيش صارت؟ آخر المطافة هي بعمرك صح؟ لا أنا أكبر من إعداد هي أقصد أنه هم مرة شبيرة ومحترمة؟ مرة شبيرة وعمرة فوق الخمسين ستين سنة أنا مواليد سبعة واربعين ما قالت أنه أكو أيام جمعتكم يوم من الأيام؟ الظاهر النشت الزاد والملين النشت هاذ الخيمة اللي أنا تحتها الخيمة اللي قاعدة أنا تحتها هاي من مالة مو؟ صحي هذا من مالة اللي خيمة اللي أنا قاعدة جواها من مالة من تعبة هذي الإنسان اللي الأسف الأسف والله الأسف تالي تهي أقول لي يقول لي كيفك؟ كيفك؟ يا بوادين الدار المسنين يقول لي ما أودك هالي أروحان واحدة يقول لي كيفك؟ عيد شبير عيد شبير ما بهم يعني يقول لي هم كلهم متعينين؟ كل ستاتتهم مسكرية بالحرس الواطن والبناء زوجتين أحسن زيجة أحسن زواج زوجتين كل انقعدات بيوت مستتات لديوت أملاك ومدللات ومدلات مرات اللبناء ما لهذا نب يعني هي ما شدري تسويها قاعدة معيال بس هو يبقى أب علاقة لمرات السؤال لو مهما كان يبقى السؤال حامل للإسم حامل للإسم هذا يبقى السؤال ما ممكن يا أبا التوينة كلمة تنقال نشتاقينة أريد أشوفك مو الأمهم مو الأب أب صح ما فرق بين هذا حتى لو حصل خلاف أنا ماشي مع الأثنين مو الأولاء صح ما فرق بين هذا هذا أب وهايهم طيب في حال إذا الجوك واحتضروا منك تقبلهم والله إذا بحسوا النية والماضي الصفحة مالتو تنطوي بما يرضى الله وبصورة سليمة ونظيفة لا بس وهمنا جو الدرج هذا هاي العلم عند الله نشوف القرار شون راح يصير للأخير حسب الاتفاق سيد العارفي مو تعالوا هاي غير يا أبا مثلاً هذا مكانك مو؟ وهذول إحنا كل إحنا نخدمك هو هذا اللي ماشي بالسنة سنة سنة الله وبر الوالدين والله ما أعرف يا أبو يا هالعموم تشرف بك انت الشرف وانت والد إلي واحتز انت أكثر من أبناء اللي من دم ولا حمل الله هيش انت والد ليش ليش لأنه استقبلتني على رأس استقبلتني واحتويتني وقدمتني ما أحتاج الله يعزك من جميع النواحي الله يعزك فهذا ما يقين بثمن هذا قل شي من قدمه لا من نسبعي لي أغلى ثمن هذا هذا أقل شي من قدمه يا أبا بلاكس أنه أنت من نص أولادك بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أولادي وبيتي تقول قصة قبل البدو الرحل عدهم فد سنن موجودة عدهم بالحياة من ضمن هذه السنن أنه هو ما يأكل ويا زوجته ما يجي قعد يأكل ويا هزاد وملح على الصينية واحدة واحدة فأيو من أيام سألوه قالوا ليش ما تأكل وياها قالوا إذا أكلت وياها زوجت يعني فباشر عقبا ما أقدر أذيها ولا أقدر أضربها ولا أقدر أطردها لأن صار بنا زاد وملح زاد وملح فأنا ما أقدر أكل وياها لأن هذه زوجة باحتمال باشر عقبا أصير عصبي باشر عقبا احتمال ننفصل باشر عقبا عشي الإيدي فمن أكلتوا يا هزاد وملح أنا تهى الموضوع عندي تهى كلها تحرم كلها تحرم شوف الحكمة وين شوف الحكمة حكمة أنه شخنا بذول البدو هم لا متعلمين ولا كذا ولكن عندهم شراكة الحياة كل الشبيرة تجربة الحياة تجربة الحياة عندهم شبيرة بها مجربين الحياة كلها عند هزاد والملح لحوبته شيء مقدس قدسية كل الشبيرة نعم طيب كيف إذا كان أب هو اللي كان يجيب لكم الزاد والملح مثل الطير اللي يغذي فراخة شور الطير يجي غذي فراخة يجيب ويغذي فراخة هكذا هكذا كل ما أجي كل ما أعلمدي أكل بره ما أكل وحيدي لاشتاه عاشتها أكل بره وأريد أكل أبو لا وحدي ما أكل لو يهم لا أكل الله كون على ثقة وأريد أبطل ما أكل لو تجيب عليهم كلهم تاكلون سواء اللي يحتاج أسألة هذا هذا عندك مصرف أسعرفوا مقع مرة الظروف أسعلموا مك موقعوا يبك إنه أنت جوعان عريان ما أاذا وصلوني ولا تليفون لا بنات ساقعكي الهم والله ما أقول لك حاقد لا وإنما الجروح الجروح من أذكرها تنسيني أو تقهرني وتنساها ماكثر أكثر يعني شلون اليأس اليأس يعني ما وراي أسبوع أيسي أحني يعس اللي بهاي الفترة كلها ما ذكرك معنات أناسيك إذا كانت تابعك شا تقولي لهم كو كلام عندك بقال الوقت تحب توصلي لهم والله أنا أقول لهم اتق الله اتق الله وذكروا بر الوالدين أنتوا ما بريتوا ولا كنت شويتوا أذيتوا ما بريتوا ويا ولكم عمان الله الله أبو علي على الشباب كله يشتغل وأي شغل يشتغل يشتغل حداد للحقول النفطية وعمل كل جهد وأغلب الوقت يكون تحت أشعة الشمس كل هذا حتى يكبر أولادهم وما يخليهم بعوز آف آف تعبت لهم سهرت لهم جبت عمري مدللهم قلت أطفال دارهم من أكبر يعينوني بس ومنيت ما صارت كبرى وهم طردوني نسو ذيك المحنة وذيك المدارات خلوني وحيد بي عن الولايات نسو تابي انكسار قلبي أنا شمسا يا ربي أنا ربي يتحق قربا يريد أخي ابو علي وكان حامل كل تعبه وذكرياته بعلاقة صغيرة وهذا ما طلع بيه من أولاده بعد كل هاي السنوات من تعب وشقة ودموع وألم حتى كبرهم بس أنا ناشي أهل الغيرة وأهل الحمية واللي عندهم غيرة على البلد هذا وعلى الرجل الكبير فأنا قاعدة بمكتسل والرجل قبل مكتسل رحب بيه لأن ما عندي أحد زوجتي غير مطلق من عده وبناتي كل وحدين يمزوجه فأثقال عني أشوفه كل الصعب من واحد يمزيب نسيبه وخوتي كل من مزوجته وبعدين بجار وعندي رضيحتي شبيرة أرمالة وما عندي أحد بس الله وعلي عذاب إذا هو اسمه علي وريده من علي علي بنهابي طالب السعوية لها الشهر بعد ما خطبوا علي جاءت أنه مناشدة أخرى وهذه المناشدة تكلم عن رجل عايش وساكن بداخل مختسل للأموات لأن ما عنده مكان يروح إلىه ولا عنده مكان يلتج إلىه مباشرة انطلقنا لإنقاذ بفراس من عذابه وكان ساكن في ناحية الحسينية شمال بغداد وبالتحديد منطقة السيكلات أول ما تدخل هذا المكان تشعر بشعور غريب أنه هذه هي نهاية الإنسان راح بالأخير ينام على هذه الصبة عاريا بلا فراش من حرير ولا أموال ولا عقارات ولا أرصدة ولا شركات ولا أهل ولا حتى أولاد هو وأعماله بس حياة كلها يا رجل شون الصحة الله يزل أبو منت أنا أبو فراس على راسي أبو فراس راسك سالم أبو حظك فراس ليس ساكن بهذا المختسل رجابك وان شنيت شنيت قاعدة ببسمة أي يعني بداية كانت قاعدين بشارع الكفاح شارع الكفاح قديمة بولتها قديمة وحياة وعقار بالمهم العدي والماء عندي واني والمرأة الله يحفظها ونخليها بالطول عمرها الحجية سويني مثل السلفة وقدمنا على بسمة رحل البسمة بسمة أنا قلت له يا ترى هذا كان معسكر أصلا هو ما الشباب اللي يعدموهم ترى هاي مسكونوا هاي معاودي ما المهم جامت تصير المشاكل هناك بسمة وسبب المشاكل ابني ابن فقد من عندي بلأف بيان وستة بطائفية وكل ما أريد أمشي بالمعاملة ابني مجون ابني موقوف ابني بالمعتقلات السرية ابني اللي تعروا قرب الوادي ما أقدر أقول لي يا بترى ابني شمكتول اقتلوا بالفضل أمري هاي متأكد أنهو مات نعم الله يرح ما الله يرح ما يرح ما يرح ببالله تمشي على بالفضل أكوه سموه الشيخ قومو سيد قومو ريشين يسمى فهذه الصبحة قوته شابوه جماعة قول هذا يوم هذا يوم قدمت على المركز أوراق تحقيقية أغضر من عندي قدمت دعوة ودوني للعمارة الشذا وقدم قدام القاضي وجيب الشهود وودي الشهود ما عاروه شنو منامت القضية يقول لي إيه باشر إيه باشر إيه باشر وظلت وظلت أنا دور راحت البوكة أربع خمس مرات راحت لسلمانية راحت لأربية راحت للموصل مخليت ظرف بالعراق ما دورت تعرف العراق مزهير ما شاء الله المعتقلات الطب العدلي السجون شعبة الخامسة حتى جثة ما لقيت ما لقيت كون جثة الطب العدلي طلعوا للصور يقول لي أخوي أنا شفته بس أنا قلبه ما أعرف يقول لي أنا شفت أخوي يقول لي أنا شفت ما شاء الله كانت أنا شفية ظروف زيني شي تشتر بالصبع وزيني وعندي أخوة وعندي خوات الآن لا أخوة ولا خوات يعني ما عندي خمس أنت عندك بس فراس الله يرحمه؟ بس فراس وعدي الثلاث بنات وزوجات فأنت هنا رحت أنت والحجية البسمائي البسمائي نعم خلاص أنه عيستوا من فراس الله يرحمه ومفقود نديش الفترة رحت البسمائي أنت رتاحون بناتك مزوجين؟ مزوجات كلها بظلت أنت والحجية بس؟ نعم بس يطبع الحجية بس؟ بس يطبع الحجية بس قريبنا شن المشكلة لعدت والحجية؟ المشكلة فلوس ما عند وقت لأن أطلب فلوس العالم أحنا نشتري ونبيع شننا بالحديد بالخشة وبالجينك وبلو شيء مستعمل الحديد المستعمل فلوسي ضاعت بين الرطبة وبين خانقين وبين الصويرة أبو الصويرة مات أطلبها داعش الله يرحمه داعش شوية داعش مليون وشوية أبو خانقين أطلبها 24 مليون أبو الرطبة كذا مبلغ فوق الأرباط عشر مليون مال شون تطلبهم؟ بالحديد نتشتول بالسباع يأخذوا منك حديد ويبقى بالدين على شغلة أبصارت هاي الطائفية أنا شو أديني بالرضبة يا ذا بحبتها الشو أديني الثانقين الثانقين نزموني بالسيطرة قال واحد بابوا عليه قالي أنت مو من هالمنطقة قلت لي والله قالي فر السيارة ورجع على أبو التاكسي يقولي لأبو التاكسي قلت لي أخلى قال لي فرها ورجع لين كتل هذا رعت للصويرة أبو الصوير يقولي ها ما عندي فلوس ما ارتفع ما عندي تالي بتالي الله سبحانه وتعالى فقط أخذ أمانته وضل فضل زالت زالت المشاكل قاعدة وشغل ما كل وتعرف بعد بوجهه بوجهه الصبح وليل ما نذرش طول بالي يوم ابني يوم عودة خلنا نسوي المعاملة وخلنا نطلع الحق مالته إزعليت وصارت مشاكل وزعليت وصارت مشاكل ورجعنا آخر شي من وراه يقدم على الجماعة وعي أركوه ما أمان صارت الشارع طلبة الطلق وطلق بعد هذا العمر كله حجي وراي أربعين سنة حشتوح الحلوة والمرّة وأنا خذتها غصباً على أهلها وعشتها رح تلبسها وخذتها غصباً على أهلها وبلقوا وجبتها وعشنا والحمد لله والشكر بس هاي الطائفية نعلى على أبو بوش لابو الجاب بوش علينا هي مصاد الراتب عليها بالورق وفي الدولار اتنم ورد راتب ما شو متسلم؟ دي معلّة طوال ما أخذ ما أخذ إجازة بلو راتب إلها يمكن ما يقارب من سس سنوات إلى ثم ثم سنوات تبعد بالبيت وطي يا راتب مالا راتب مالا مشان يكفي الكر وتروح وتجويها بزمان صدام جل شان راتب المعلي حج الله يطلب مركبة فراس انت والدنا وعزيزنا الله يحيه الله غض النظر عن الراتب غض النظر عن المهنة غض النظر عن الوظيفة هذه زوجتك عشت بضروب صعبة عشت حلوة وعشت مرة أكو من اللي يقرأ بذعنا سنوات الأحواب هي مو صغيرة صح؟ سنوات الأحواب يوم ضحكتو يوم فرحتو يوم أكلتو يوم ممتو كل من وطيته كل من وطيته كل من وذاته ليس كل نسان يفكر بها الشغلات هاي طلبت الطلاق من مين طلقتها نعم الشقة مالبسماية باسم مين باسم ما سجلتها سجلتها باسم مو عند يتفع قصد مو موظف فهي لين موظفة سجلتها باسمها طلحتك من الغد عالم البنات تروا بنات شانت أثنين من الزوجات وقلت ايش ننظر الله حلقة الألم من بيت واحد أوكي وورا ما انفصلت وانتو الشقة باسمها وهي موظفة إدفاع أقصد مالتها انت لزنت الباب والله ما بينه وبين نباتة الجيمة أبقى أربع خمسة شهر من نباتة السنة نباتة أجي أمرضي عتي نباتة أمرضي عتي ثانية وشاءت عدي فلوس بسيارة وعندي وخاصة ماتي وفلوس جوه بي بس من خلصة الفلوس وبعت السيارة شو لا أخي سأل علي بعد ولا أخي سأل علي لأن أبو هراس كان بس أبو هراس والله العظيم وعقائد قاعدة اللي قاعدين به وعقائد اللي يقصل الحي والميت هنانا شان بيتي مضيف 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 يعني لحشيكي الصديق والغريب والبعيد واللي ولي 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 معتازج بيتي أهل البصر يجون بيتي أهل العمار يجون بيتي أهل أي صديق شو من راحة الفلوس ما أعرف ما أحترمونتي أسمعنا الناس بس المادة وبناتك بناتي الزوجة مسألا على أبو هرا ليس ألا ما ما يقدر يعني شو اللي يسوي أوكي ما يخالف عرف ما يسوي شي بس يسئلا قلوا منه يأكله ويأكله ويأكله بس ما يقدروا يحشونوا إياهم عندي بس وحدة الزوجة توفى والثاني والثاني وانقلقة بس هي تطلقت وما تقدروا ما يقدرون إذا يحشونوا إياها على يجبون طريق ذاكوا أبوكم روحوا يم أبوكم أنا أبوهم قاعد قاعد يما في تبقى الحسينية جاء الأختي يا أرملا وعزها بنات وعزها إن شاء الله تعالي شتري تصرف علي رغم ما هذا هالقد ما ضايق الشارع ضربتني السيارة قتلت كسور كسرت أربع عمليات وسائل أرجلية كلها منها لهنان بلاتين هاي منها لهنان بلاتين شريد أشتر يعني هاي آخر شيء اللي طلعت من يمهم وجيت لي هنا وقعتهم أبو حميد ما أقدر أشتر يعني ما أقدر أمشي ما أمشي شون أشتر شريد أشتر يعني ما أعرف قلت لي شون يعني أروح أجدني أشتغل حمال ما حد أشاري على الكبر هذا ما أقدر أشتر بعدين عمر مو 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 ظهير وأني عمر 65 سنة ما أقدر أشتر يعني جسمت كلها تعب من وراء ابني فلوسي راحت محلاتي راحت قلت ما أمشي ما أمشي ما أمشوية واحد ما أدير بعد كل أحد بس أدور بابني بس نتيجة وكل نتيجة مو فأجع محكمة محكمة من وراء الخشم يعني رحت آخر شيء للمحكمة إن كانت بشارع النهار يقول لي رح نشرب الجريدة وتعال قلت له جد يعني قلت له قلت له قلت له قبل الألفين نشرت الجريدة وجبت ليها قبل حوالي 6 شهر قبل ما ننظروا لعب قلت له ها حاجة قلت له قلت له نشرب وهي الجريدة ليش يا الجريدة عدي وهي الأوراق التحقيقية ما نحكمة ما للمركز ما لشارع ما لشو قلت له قلت له قلت له قلت له يريد يروح للجريدة 20 شهر حتى لو 10 نصف ورايح رايح قلت له قلت له إنتم ليح قلت له حلفي قلت له مرة وكذا دائرة. قالوا لي هاي الباب طبية. دب الباب طبية اهنان اي شوطك. ليش يسدون الباب كله بجوان عدي الواحد والله الواحد. شنو الغاية من النشر والتفاصيل حتى تحصل عليه راتب مثلا. شوف حقوقها يعني. نعم حقوقها. نعم. كل انا حاد حال العراقيين لدينا. يعني انت فوق مرايح لك ابن. والله العظيم قسر ظهرك. قلت لان ماردة قليش اقول لش انا اتبانية واحد يحكي رجل حتى تعرف شوان اجابه وخلي صابعي بك. قلت تهدد قلت لان مو هدد. انتي م اريم ما اقدر احدش اصل اولا انتي موظفة. ثانيا ينتحت العلم. وثانيا راحي طلعون قرار على اساس يسوي الى ابراسي على متعدة على موظفة. وهو بالدائرة. والله شتت منه رجال وعرف شوانا اصلت شوان. بس ما رأي ما عرف شوانا يريد احدش. ما عرف شوانا. بس هالواحد و الله الواحد و راح من عندي يعني ما أعرف ما أعتكم رحمة بقلبكم تعالكم من هذا أريد تطلع حقوق ابنه أريد تشوف طريقه فلوس كلها راحة دماغيما ما يشتغل ما يستوع الشيء ما أعرفني تعقدته بس هالواحد و ربه يتب دمي ما يعيني و راح من عندي الله الرحمة و نراحج أن أنت هالفترة صال لك إشقادي هنا يا موجوات أنا صال يدفر حوالي من ستة شهر تقريبا خمسة شهر تقريبا خمسة شهر تقريبا خمسة شهر تقريبا متعلمت المهنة؟ ما أعرف يعني يجبون واحد ميت أنا أطلع بالرابط أبعدين هذا هذا نسيبا يعني ما أخونا على رأسي الله يخليك حجي الله يحوظ هذا الشخص يجابني و قللاني هذا هذا المكتسل تعنام بي أحسن ما قاعد للشارع و نعم و نعم منهم هذو كلهم طيبين يحرفون بالقرآن ما عندي أفق و غير الكثير كم أخ عندك؟ رحنا تلافي أنا واحد من عنده و عندي ثمين كل من تزوجوا عندن وعن pine و انت ما وقفولك؟ والأخ؟ نعم دقيعت بابك؟ نعم كل من زوجين و كل من قاعد لما أطفاله الله يحب مسئله على أمهم؟ نعم أولاده مثلا نعم ما تعلمش؟ و عندي خوات و احنا قاعدة بساحة الزبيضة والحسيني اللي هنا نهاي أختك قلت لك غادر؟ ايه تصرفاتها مو مو حلوة كأنما أنا مباشرة طاب وطالع وقوم يعني صعبة مراطق تكرم موحدة هم لبس فنانة مرافق وحدهم هم مو 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 حد وأنا عندي سكر لازم 24 ساعة تكرمني مرافق مبعد لازم صعبة صعبة يعني شفت المر المر تعالوا شنو المر يقول لك اشرب مر وأكل مر ولت عاشر مر شفت المر يا مر وهي بتأمه وأبوية احترامه قلوا لك اطلع؟ غال اطلع اطلع شو يصال ما عندي احساس وياك والله وياك بس مرات ان واحد ياخذ عليه حسنى ما حد ردي سأل طب انت سأل عليه طب ويت البيت اختك اما احترماتك دخلي جيب لك فد منفل بسيط مره مرتين عشر عشرين طب انسى ما حد رديك السلام شو ما عندي؟ تطعر الصبح بدون ريوب بدون قدر تجي بالليل ماك استقبال ماك مرحبا ماك الله يسألك شو ما عندي؟ هو عفق يعني شو ما عندي؟ يعني إليه خلوا لديهم الظاهر يالله طع برا؟ ومن طلعت ما حد سأل عندي؟ لا ما حد يسأل عندي ولا واحد اقتل يكون؟ أبد ولا واحد اقتل يكون خاضم يا قوي بس لها واحدة عندي ابن ابن ابنها خابرنا قل لي خارش قلت ماكو قلت خاباني نام قلنا عم موجود هذه بس بس لا أخد لا أخ ولا أي واحد وهنا أنا أكلك شربك هنا بالأم غاسل من الحجاج؟ من بيت أم جواد أم جواد أشرب من خواتي الله يعزها وكل حرف بالقرآن يعني ريوها جيبها بالليها والغداد جيبها بالليها والعشي جيبها بالليها بقت بس النوم هنا ومن هنا كل إحنا نموت بقت يدق الباب عليه ثلاث جيتني نازل طاعت أنا ببهن وريد بره هذا المكان إش حسسك؟ حسسني بأن أكو بعض ناس بقلبهم رحمه وكو غيره ويخافون الله ما أقصد إنه الناس أبو جواد في قدسية المكان هذا أكو دجاتهم وغيسر وراءه يقصد دروبة ويطلع إن شاء الله إن شاء الله وذولة بس لبعض ما صعبة أحكي ما أعرف أعبر عليه لأن تأديلت وعيب على الرجالي شو سو بها يهروه من تاجر إلى شاء الله بس الحمد لله وشكر لي ما مدت إيدي وما أكلت مال حرام تعرف عنا بالسبوع والله العظيم يمكن من خمسة إلى ست مصارف وكل حرفة بالقرآن إيدي ما تمدت عليهم ولا مدتهم يعني بالسقوط المصارف بصبرك ما أصرف السباع بصفي يعني هذا تعرف السباع بطلوب هذا يا مان كنت لو 28 شخص أنا شبتهم بين نسوان وبين زلم وبين أطفال يطلعون يطللوا فلوس يجوا من وقفون لؤلاء العصابات يكتنون وقفون فلوس ما أصرف البنق المركزي ما أصرف يوم الصدرية بعد شو مال الضمان اللي فلان وفلان أخلوها وقلت الحمد لله ما وكلت بيتي ولا طب وبلت بيتي كسامين أحرف لكم بعد ما أحرف لكم درهم درهم ها ربع دينار والله عندي خمسة ألاب دينار راحت القنبر علي قريب علي دا أشتري 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 طماطع وبصل لقيت البصل بثنين ونوص والطماطع بثنين ونوص وان جمي بخمسة ألاب دينار كيف أشتري وقع المصارف من المكتوب حد ما مديت إيدي على بشرة واتحد أكبر واحد من ناجد أبو فراس مدي إيدي على على مصرف لوحة طانا وعندي مهل بيحديث خير من الله شوال ما كله هو قاف دي كله هو قاف يعني شلنا نبيع مثلا الحاجة بثلاثين ألف صارت بثلاثة آلاف وما حد يجي يشتري ماشي حجي حسا خلاص بإذن الله هذا الماضي ينساه ايه صار ماضي يعني ما أحب الماضي يجي بطريقة ونترك صفحة جديدة بإذن الله يا ربي الحمد لله إن شاء الله يا رب راح تعيشي يمي معزز مكرم الله يبارك بي الله يحفظك شرف خدمتك شرف أنه الله يشهد توالدنا نعم يضير منهم عليه أدير منهم كلش حلوى سهل عدي مقاراتك داما وانا اقراها كلش ادفتش تحكي نص صميم وتحكي عالصريك وتحكي عالأخ وتحكي عالأب وتحكي عالأم وتحكي عالطيبة كلنا واحد تتحكي ومذكور يسمك عالأب صلى الله عليه عزك حجي اشقد ما تستمر الظلمات لازم اكون عليك نور اشقد ما يستمر الويل لازم اكون عليك فرج ان شاء الله يا رب احنا نتأمل خير انه هذه السنوات راح تكون يفرج على الشعب نلكت اذا مو اجيلنا ولا جيلكم فعلى أقل هذا جيل الزغار غلي يشوفون حياتهم بصورة صحيحة يلا الحج يقوم نتوكل نتوكل قل يا الله قل يا الله ابو فراس كان عايش حياته طبيعية وبصورة عادية وما عنده كل مشكلة ولكن بعد ما فقد ابنه بأيام الطائفية اتغيرت حياة هذا الاب وصار بلية واعي واحيانا نكون بلية ادراك لحينما الكل تخلى عنه تركوه واحدة صارة من اجل البقاء اخذت ابو فراس وابو علي وانطلقنا الى دار بالوالدين احسانا حتى يعيشون يمنى بخير وسلامة وحب وان شاء الله يا ربي نحاول نخفف همومهم ونكون انهم ابناء بارين بهم موسيقى 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 إن الشعبت خاتله tolerant نمر إذن الله يعزكم إن شاء الله يا ربي الله يبارك به والله يتشرف بجايتكم ثم الشرف الله يشهد أنت الشرف الثاد علي البيت بيتنا يا ربي يشهد بيتكم موجود الله ووجودك في دول قلبك الحمد لله على كل حال إن شاء الله يا ربي ارجع نفسيتكم وصحتكم بأصرة صحيحة ونحاول إيحنا ننسى الماضي ؟ إن شاء الله ولو هو بجرح مفتوح مر نحاول ب calculations إن شاء الله نحاول انه نتناسى إن شاء الله نبدأ صفحة جديدة إن شاء الله إن شاء الله يحنوا عن القلوب ويتصلون بك أولادك يسيرون عن أبوه إن شاء الله شوثونا أبوهم مين إن شاء الله وين رأى وين جهن إن شاء الله يحنل القلوب يا رب وإن تقلبك سموح الحمد الله والشكت часть أنا عمري مع حماليك أقض على واحد أبداً ممنوع منك هاج الله يأزك الله يأزك إن شاء الله قوك الله هاج شونك باري الله يرحمه وديك شوية شفتك أنه الحمد لله شوية نفسي ارتاحك أنا حال على كل حال يا رب الحمد لله شكراً إن شاء الله هنا أنا بعد ماكو شي تقوم بي أنت كل شي راح يتوفر لك صايت الله صايت ماكو شي تتقوم بي غير بس تروح الحمامك فقط الله يباريك بيكم كل شيء أشياء توفر لك يحفظكم وش فيكم مكان يقول لك ش فيكم شرباً يا دم الله أعزك يعني بنيان لأدية الله سبحانه وتعالى كل رحمة الحمد لله الحمد لله على كل حال والله ينورتنا يا أبو فرانس وسأل الله أنه يرحم ببنك برحمة الواسع يا ربي الله يرحمه لك يرحم كل ميت يرحم كل شيء يرحم كل مغدور أنا ما ردي أفتحوا هكي المواجهة أكثر خلاصوا أنه كل نحن وحسين كل نحن زارع الله سبحانه وتعالى شوكتنا يريد يحسن يحسن هاي قلتوا أحلى من الموقت الله يعزك إن شاء الله برحاية واليوم هي كانت هذه الرحلة رحلة للأسف مليئة بالخذلان والنكران والمشاكل أب كبر وربى وضحى وجاهد وعاند وصبر وتحمل في سبيل إنه هو يربي أولاده وكان عنده هدف سامي إنه أولادي باتر عقوبة يكبرون حتى لا يحتازون لأحد باتر يكون عندي حزام زلم باتر عقوبة يوقفون بضاري وباتر عقوبة يمن نوقع قبل ما أقول آخ أولادي يقعون قدامي ما قصرت بحقهم شن تجيبينهم كل شي شن تجوه حتى يأكلون شن تبرد حتى يدفون شن تبتش حتى يضحكون بس بالأخير الأب مسحيدة بالحيط وكل التعب اللي فينا ليجلهم ما وقف بعيونهم لا وقف بعين زوجة ولا بعين أولاد ولا بعين حتى البنات أما الأخوة والخوات فربما أنه هم يأخون دور قليل من هذه الأزمة اللي مروا بيها احتبار أنه الأبناء هم أولى باحتواء والدهم والأولاد هم الهم الأول والأخير عدو والدهم بس عتبي أنه الزاد والملح هل هي حوبته وصعب واحد ينقره ويخونه اليوم الزوجة هي كل شي للرجل اليوم هي الأم والحبيبة والزوجة اليوم هي من يطلع للشغل يهتمد عليها لأنه يعرفها أنه هي بالتوادم وبالتوصول وراح تربي أولادها بصورة صحيحة وعاشت ويا الرجل بأصعب الظروف عاشت بحزنة تلقاها أول وحدة واكفة بفرحة تلقاها أول وحدة واكفة بالظروف الصعبة اللي مرت تلقاها هي اللي تشوف للحلول والصبر على المأساة حتى يعبرون منها فما من الممكن اليوم تعبرون هذه المرحلة لثلاثين سنة وأربعين سنة وبالأخير تنكرين أبو بيتك تنكرين أبوهم تنكرين زوجك اللي هو كان أبوك وكان حبيبك وكان زوجك مهما كانت الظروف مهما كانت القصص حتى ذا كان هو خاسي حتى ذا كان هو مثلا نقصر بحقك ما يصير نطي قدام الأبناء ما يصير نطي نطي بالأب قدام الأولاد ما يصير حتى ذا شانا والأولاد كبار تعلمناه من أمهاتنا وبيبياتنا والله أذكر أنه حتى ذا كان بعض الأحيان والدي يكون غلطان بحق والدي من نجي ندخل نحن نشوف الوالدة مثلا مختاضة أو تيبتشة أو حزينة من نجي نسألها أنه إحنا كأولادها ونعرف أنه الأم قريبة على كل ابن أمش بيش منو ياش تقول لا والله هيش سوء تفاهم وبعض الأحيان تشمرها أنه هي مريضة بعض الأحيان تشمرها أنه هي عدفة مشكلة صارت بعيدة عن الأب ليش حتى أنه إحنا منشي الغيض على الوالد حتى اللي تقولون أنه والدكم اليوم ضربني أو أداني أو اليوم مثلا معطاني مصرفي هذه الأشاكل البسيطة فشالت ما تنطيب أبونا أبدا وهي حتى ذا كانت تعرف أنه غلطان بحقها ما تنطيبه ونفس الكلام سامعة من بيبيتي وبيبياتكم حتى يبقى أنه الأب شبير بعيون الأولاد يبقى الأب أنه ممقصر وقسم بذات الله داما ما كانت تتحنن لقلوب الحد هذه اللحظة هو بالشغل حد هذا الليل بعدما جاي الله يكون بيعونه هذا كله لي أجلكم أنتوا ما راح تعرفون أراح تدركون ألا ما تكبرون جاي يتعب باليوم يحصل ألف كلمة باليوم جاي يشكي هذا الشمس من يتحملها هذه الحنية اللي زرعتها حتى نحب هذا الأب ونقدس هذا الأب اللي راح جداً في سبيل أنه يكبرنا ونبر به في مرور الأيام ومرور الزمن فاليوم الأم إذا أمطت بالأولاد قدام الأب ماكو مشكلة حتى يربيهم ولكن العكس مو صحيح أنه تجمع أولادها وأبوكم هيج وأبوكم هيج وأبوكم هيج وأبوكم كان موت نجوع كان يكتل بيه ما يحترمكم أبوكم ما كان يريدكم أبوكم هسا مدنة وين سهران أبوكم وين هسا مدنة وين فلوسها كلها جتروح وين وهايا مجمع ولا لم نفسه كان واحد هذا الكلام يتولد نهايتها وخيمة نهايتها وخيمة فمرات تكون الأم على الفطرة تحشي هذا الكلام بس بالأخير راكون هناك خزين في داخل الأولاد وهذه نصيحتي لكل أمهاتنا اللي هنه كل نعفة وطيب وخلق وأخلاق أنه ما إلج غير زوجك صدقيني وما إلج غير بيتك وأولادك هم مزينة بعيونك حافظة عليهم كلهم نضحين بطرف لأجل طرف لأن بالأخير أنه انتم مشتركين بهم مثل ما هم أولادك هم أولادك مثل ما أنت تحبيهم هو يحبهم فما تصير هذه المشاكل والفراق ببناتكم وبالأخير اليوم عوانا اللي يمنى اثنين هم بأعمارهم بالشبيرة بشيباتهم الوقورة بالتجاعد اللي ترست وجوههم بأمورهم الصعبة أنه صاروا هنه هم بلا مسكن بلا مكان بعد ما كان هم أسياد بهذا المكان بعد ما كان هم هم يعرفون شون يصرفون يوم أصبحوا بلا كل شيء كل واحد حامل ذكرياته بحقيبته ويتمشى تايل وين يروح لا لو خد تتحمل ولا الأخ يتحمل ولا الإبن ولا الإبنية وين يروح و لا هو صغير حتى يروح يشتغل من جديد حتى يكون نفسه من جديد ويبني عائلة من جديد خلاص العمر راه بعد والشيبات أخذت مكانها والتجاعد ترست وجهه و عيونه صارت بيضة من الحزن و العلم و حصرت السنوات فهذا مو غريب هذا أبوك وهذا أبوك أنت تنرفع قدام العالم و يكبر رأسك لشين تبار و بالعكس ضم رأسك بين رجلك إذا تشنت عار تحياتي لكم و أشوفكم إن شاء الله يا ربي بحلقات قادمة إلى ذلك الحين في أمان الله هذه هي رسالتنا الإنسانية شكراً لله آلاف المرات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر